البوليساليو إلا خارجه عن القانون ونعتبرنا الصحراء جزء من الأراضي المغربية هذا قول واحدة يعني هذا يتفق عليه العرب هذه قضية سجفة البوليساليو والصحراء الكبرى وغيرها هذه مسألة يجب أن تنتهي ولا أعرف لماذا يريد الجزائر تغذية هذه المسألة بشكل مضطرد وبشكل ينبع ربما بوجود يعني المغاربة بيّنوا من أيام المسيرة الخضرة في السبعينات وحتى اليوم يريدون الحل بالسلام ويريدون الحل القضية بسلام لكن يبدو أن هناك أياد الجزائرية وبالتالي أنا أعتقد أن المشاكل التي تحصل في الجزائر الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع العرب أساسا فكيف نتأمل بخروج نتائج إيجابية من بلد لديه مشاكل إقليمية مشاكل مع جيرانة مشاكل مع مصر مشاكل مع اليمن مشاكل مع دول الخليج علاقات متنامية مع إيران علاقات مضطردة مع أثيوبيا في مواجهة مصر التي حاولت أن تكون على مسافة واحدة في المشكلة الجزائرية المغربية أيضا لا توجد علاقات أساسا حاليا أو سحب سفرة وشبه علاقات مقطوعة بين الشعبين أو بين الحكومتين الجزائرية والمغربية أنت مفروض أنك حتى تنعش أو ترأب الصدع وتصلح ذات البين أن تبدأ بنفسك مع جيرانك مع البلد القريب منك أساسا يجب زائر تضخم في علاقات سلبية أثرت